هذه أبرز العناوين صحفيون يستفز مدارب اللبؤات بسؤال حول حجاب اللاعب نهيلا لن تتوقع ما قالت اللاعبة المغربية في منتخب فرنسا بعد الفوز على المنتخب المغربية تشيلسي يصدم حكيم زياش باستبعاده عن اللائحة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحدة تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صحفي يستفز مدارب اللبؤات بسؤال حول حجاب اللاعب نهيلا أعاد موضوع حجاب اللاعب المغربية نهيلا بنزينا ليخيم على أجواء الندوة الصحفي التي عقدها الناخب الوطنية عقب المبارك التي أقصيت فيها اللبؤات أمام المنتخب الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء وفي هذا الصدد حاول أحد الصعوفين الأجانب استفزاز المدارب بيدروس بعد طرحه لسؤال حول ظهور بنزينا خلال مبارك اليوم بالحجاب إلا أن رد الناخب الوطني كان سريعا وحسما حيث أجب على الفور هذا سؤال متعلق بالديانات لا يمكنني وليس من حقي بالمرة أن أجيب عنها وكان رئيس الفيفا قد دعم لعبة المنتخب الوطني نهيلا بنزينا حيث نشر عبر حسابه على منصة انستغرام جاء فيها أصبحت نهيلا بنزينا أول لعبة ترتدي الحجاب في إحدى مبارية كأس العالم للسيدات كرة القدم شاملة وأكثر تسامحا وعالميا ومتنوعة وأرفق منشوره بوسم لا تمييز لن تتوقع ما قالت اللاعبة المغربية في منتخب فرنسا بعد الفوز على المنتخب المغربي قالت سوكينا قرشاوي لعبة المنتخب الفرنسي إن مواجهات المغرب كانت استثنائية بنسبة لها وفازت الفرنسيات بأربع سفر خلال المبارات التي واجهنا فيها منتخب المغرب اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2023 المقام في أستراليا ونيوزيلاندا وتبعت قرشاوي خلال تصريحي لقناة رياضية المغرب بلد الأصل في أبواي مغربيا لذلك أنا فخورة بأصولي لذلك خدت المبارات بمشاعر خاصة وأكملت ستبقى هذه المبارات عريقة في ذهني سعيدة من جانب آخر لما وصلته كرة القدم النسوية المغربية وبلغها هذا المرحلة من المونديال واتمت يجب مواصلة العمل وتطور كرة القدم النسوية وتحقيق المزيد من الإنجازات أتمنى لها دائما النجاح والإنجازات تشيلسي يصدم حكيم زياش باستبعاده عن اللائحة يعيش النجم الدولي حكيم زياش فترة صعبة بعد أن تم استبعاده نهائيا من قائمة الفريق التي أعلنها نادي تشيلسي والتي تضم 31 لعبا مؤكدا تدهور وضعه في الفريق وتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي مما يعني أن المدرب الجديد بوكتينيو لم يعتبر زياش ضمن أولوياته بالرغم من تصريحات سابقة من إدارة النادي عن توجهها للتخلص من عدد من اللاعبين بأسماء مرمقى ويشير هذا الوضع إلى أن مستقبل زياش مع تشيلسي مهدد حيث قد يضطر إلى الاندمام إلى الفريق الاحتياطي والبقاء فيه حتى نهاية عقدها إذا لم يتمكن من العطور على فرصة ملائمة في فرق آخر هذا السيناريو يعرض مسار حكيم زياش التنافسي والدولي للتعطر خاصة مع المنتخب الوطني إذا لم يتمكن من الاندمام إلى فرق رسمي في الفترة القادمة عبد رزاق حمد الله اشترطت تنفيذ ركلات الجزاء واستعادة الرقم 9 من بنزيم لإنهاء تمرضه ضد الاتحاد كشفت تقارير إعلامي عن طلبات المهاجم عبد رزاق حمد الله من أجل إنهاء تمرضه والعودة للعب رفقة الاتحاد السعودية وذكرت تقارير إعلامي السعودية نقلا عن مهند الحميد مرسل القنوات الرياضية السعودية أن حمد الله طلب من إدارة النادي برئاس الأنمار الحائلية أن يكون هو المنافذ الأول لضربة الجزاء بدل المهاجم الفرنسي كاريم بنزيم وفي المقابل أكد المصدر ذاته أن المهاجم المغربي طلب إعادة القمص رقم 9 لها بعدما تم منحه لبنزيم وتعويضه بالرقم 99 وهو الأمر الذي لم يتقبله حمد الله وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد أشارت إلى أن ناديي الوصل الإمارتي والشباب السعودي كان أول من أبدى رغبة في ضم المهاجم المغربي وأكدت الصحيفة أن عرض الوصل الإمارتي وصل إلى 11 مليون يورو دون الكشف عن الراتب السنوي والامتيازات المالية التي سوف يحصل عليها علما أنه يتقاد راتبا بقيمة 5.5 مليون يورو مع الاتحاد بنزينة نعتدر للجماهير المغربية وجهت مدافعة المنتخب الوطني النسوي نهيل بنزينة اعتدارها إلى الجماهير المغربية عقب الخسارة أمام سيدة فرنسا بأربعة أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثة برسم دور التمن نهائي كأس العالم لكرة القدم المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا وقالت بنزينة في تصريح القناة الرياضية لم نكن توقع هذه الخسارة وتبعت قدمنا كل ما في جعبتنا من أجل إحراز نتيجة إيجابية وبدت نجمة المنتخب الوطني التي خطفت الأضواء في هذا المونديه المتأثرة وهي تدافع عن أداء زميلتها في البطولة وأضافت سنعمل على الظهور بصورة إيجابية في المنافسة المقبلة لقد بدأ المغرب مشواره هنا في المونديه الوصن ووصلها ودخلت مدافعة لبوءة الأطلس تاريخ كأس العالم للسيدات باعتبارها أول لعبة ترتدي الحجاب في تاريخ البطولة ولم يكن يسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الحضر في عام 2014 مما سمح للعبة المسلمات بارتداء الحجاب وكان الظهور الأول من نصيب المغرب ينهي لبنزينة هذا هو مطلب وليد راقراجي من فوز القجع قبل الكان مع اقتراب استحقاقة نهائية كأس أفراقية للأمم والتي تصدفه دولة روك الدفور ابتداء من شهر يناير 2024 طلب الإطار الوطني وليد راقراجي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأمين تمانية مباريات ودية من أجل إعداد أصد الأطلس بشكل جيد لمنافسات الكان وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الرابع من شهر شتنبير القادم موعد الانطلاق المعسكر الإعدادي بمركز محمد السادس لكرة القدم كما سيواجه المنتخب الوطني نظره الليبيري يوم الثامن من شتنبير بمركب أدرار بأغذير ومباشرة بعد المباراة سيكون على أبناء راقراجي التوجه لفرنسا من أجل ملاقة المنتخب البوركنابي في مباراة ودية وسيكشف الإطار الوطني المغربي وليد راقراجي في آخر شهر غشت عن اللائحة النهائية التي ستخوض على الأرجح بطولة كأس أمام إفريقية بالكوديفور ومن المرتقب انتشد تشكيلة راقراجي عودة كل من أدام سينة وسلم أملاح وأمين حارت بعد شفائهم كلها من الإصابة التي أبعدت مؤخرا عن المنافسات رفقة المنتخب الوطني كما سيكون مؤكدا رجوع التنائي عبدالصمد الزلزول وبيلا الخنوس بعدما أبعدهم الرقراجي عن التشكيلة في آخر مباراة المنتخب الأول بسبب انضمامهما إلى معسكر المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة خلال منافسة كأس أفريقية التي أقمت بالمغرب والتي توجبها الزلزول ورفاقه هذه أبرز العناوين صحفي يوني السفز مدارب اللبؤات بسؤال حول حجاب اللاعب نهيل لن تتوقع ما قالت اللاعبة المغربية في منتخب فرنسا بعد الفوز على المنتخب المغربي تشيلسي يصدم حكيم زياش باستبعاده عن اللائحة